خير عليكم حبيبي تعالوا مبعدنا نديروا التاكو بطريقة سريعة بالعجينة عندنا قبيتين من الدقيق معلقة كبيرة من الخميرة معلقة كبيرة من السكر معلقة كبيرة من الزيت معلقة كبيرة من الحليب رشة ملاح نعجنوء بمية دافل عندما تشكل معنا العجينة في النهاية حطي شوية الزيت لو حسيتوها انها تلسق عادي لانه وقت الفرد بنفردوها بالدقيق نخلوها تقمر قصر ربع ساعة بعدين نفردوه بالدقيق بحتو العجينة ما شاء الله كيف قمرت طبعا على حسب حجم الدوائر كتبوها صغيرة كبيرة انا حبيتها انها تدعد وسط بالنسبة للحشوة انا درت شورمة دجاج وجبنة مدزرلة الحشوة اختيار يعني كيف ما تحبوه ممكن مفروم ممكن تحطوه جبان ممكن تنه هريسة وضحي مطبوخ عادي يعني بعدين انا صخنت القريل شوية وحطيت الحشوة الدجاج وحطيت شوية جبنة مدزرلة وسكرتها بصرعة ما تخلوش العجينة يعني مجرد انها بسيطك يطيب نحطو الحشوة ونصقروا بجد سهلة وطريقتها سمحة وما تاخدش وقت والعجينة هذي بصراحة مضمونة عندي لجميع انواع المعجنة نقلبوها هم حاجة تاخدك اللون دهبي نقلبوه الجهة لخرى هي بصراحة احسن حاجة يعني الواحد يحكي له هي الصاخنة مش مهي تصقع وهذا كان فيديو اليوم ان شاء الله يعجبك ومنشوبكم في فيديو جديد